شاهدين الكرام مكملين وتخطيطنا لاحتفالية النادي الاهلي ويوم استثنائي تحت عنوان اهل استثنائي سعدنا في هذه اللحظاتكم معنا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة العربية المصرية باش مهندس هشام عبر حراك في البداية مرور النادي الاهلي رأيك النظر في الاحتفالية ويعني النادي الاهلي السنة اللي بيتمحها النهاردة وتكريم كل ابطار رضيين فحفل كبير بالشكل ده اهلا بيك كده وكل سنة طيبين وان شاء الله دايما الاهلي استثنائي والمسم ده واللي فات واللي جاي حقيقة لان دايما الانجازات بدأت الاهلي كل سنة اكتر من السنة اللي قبلها مشرف الرياضة مصنع الابطال مصنع منتخبات بتاعتنا كلها مشرف مصر كلها ويعني يكفي ان كلمة الاهلي مرتبطة بمصر والعطاء اللي بيدي للدولة كلها والعطاء اللي بيدي للرياضة كلها دي حاجة عظيمة جدا في المشاركات وفي اعدادها وفي حجمها وفي قاعدة الرياضة الموجودة في النادي الاهلي بالاضافة بقى للانجازات المتميزة جدا جدا في جميع الالعاب والاحترافية الشديدة في الادارة من مجلس الادارة المحترم ولرأسه الكابتر محمود الخطيب والتناغب الكبير الموجود مع الدولة والرعي الرياضة واللي احنا قلنا فيه واللي اتقال فيه من خامة رئيس الرياضة دي امن قومي وقد ايه نادي الاهلي بيطبق المقولة دي وده حاجة طبعا عظيمة جدا لان النادي الاهلي الترسي الكبير اوي 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 في الرياضة المصرية هي المكانة اللي فيها اللي لها دور كبير جدا 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 في دعم الدولة المباشرة عن طريق الاستثمار وعن طريق السياحة وعن طريق كل حاجة تقدر تخدم الدولة بالذات في الوقت اللي احنا فيه دي حاجة عظيمة ان شاء الله كده نشوفها كل سنة وكل يوم بإذن الله بسم الله جامع بصفة حضارك رياضي وكمان رئيس الاجنة الولمبال المصرية شايف حاجة دي نادي عملها لنادي الاهلي النهاردة وتكريمه لأبطاله في بداية موسم رياضي ده يكون اثره على اليوم كمان في بداية موسم جيد بإذن الله طبعا ده دي حاجة حطت لهم حاجة كبيرة ودفعة كبيرة جدا جدا كده وأمانة لازم هم هياخدوها بفهم الظاهر وفهم موضوعي اللي ان شاء الله هيقدروا يحطوها قدامهم في كل المنافسات وفي كل البطولات إن كانت داخل مصر ولا خارج مصر في كل الأبطال اللي هم بيدعموا بيها على المنتخبات المصرية فدور الأهلي كبير جدا والدور اللي بنتظر في الأهلي دايما أكبر وكلهم أكبر لأنه هو داعم أساسي والعمود الفقر للغادة المصرية بإذن الله ويقدر يدينا الحاجة الكبيرة واللي احنا داخلين على الأولمبياد على أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين طبعا العصر بتجي من الأهلي في كل الألعاب إذا كانت جماعية والفردية هي الأساسي احنا شفنا النهاردة في الألعاب كتيرة ما كانش موجودين اللاعبين كلهم متواجدين لأن في منهم موجودين في السلة في الفلبين وفي منهم موجودين مع منتخب الطائرة إذا كان رجال أو سيدات أو كل حاجة فطبعا الدعم الكبير اللي بيدي المنتخبات يهم جدا جدا وإحنا إن شاء الله كده يعني متعاونين ومتنغمين معهم عشان نقدر نحصل على مزات أكتر كتير من النادي الأهلي النادي العريخ الوطني اللي بيمد مصر بكل حاجة مفيدة لها أخيرا يعني طب مننا بقى طب من كل جماعية الرياضة المصرية على بقاستنا إن شاء الله والإعداد لأولمبياد إطلاند عداد أولمبياد بريسا 24 إن شاء الله ماشي ماشي كويس الدعم بتاعنا ماشي كويس إن شاء الله الخطة ماشي كويس عم تبعينها المتابعة جيدة كل اللي احنا بنحرس عليه إن هو الإعداد يكون على منهج علمي سليم من جميع النواحي من الناحية الفنية والبدنية والنفسية والتعوية على المنشطات وكل حاجة عشان بنقاش في أي خطأ كل حاجة إن شاء الله تبقى الإعداد 100% نسأل بعد كده ربنا التوفيق فيهم البطولة نقدر نجيب به كتير ودعوات المصريين إن شاء الله حتبوا استجابة عند ربنا نقدر نجيب ميداليات إن شاء الله في باريس تسعد الشعب المصري وتسعد كل الأندية المصرية وأكيد على أسعال نادي الأهلي شكرا فاند وموفين دائما بإذن الله شكرا عشان فكرا دقا لقاءنا مع المهندس يشام حاطب رئيس اللجنة للأولمبياد المصرية دائما يا رب نادي الأهلي في إنجازات وانتصارات ودائما يا رب الأهلي استثنائي